أكد المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن فكرة كتاب ملامح القضاء المصري نشأت بمناسبة مضي خمسين عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر جاء ذلك خلال لقاء خاص مع التلفزيون المصري فكرة نشأت بمناسبة مضي خمسين عاما على إنشاء القضاء الدستوري ولما بقول قضاء الدستوري بقول المحكمة العليا ثم المحكمة الدستورية العليا المحكمة العليا نشأت سنة 69 بمجب القانون 81 في سنة 69 وتلاتها المحكمة الدستورية العليا بمجب القانون 48 لسنة 79 القضاء الدستوري في مصر قضاء منشئ لأنه بيقوم على فكرة محورية أساسية مؤدها أن القضي الدستوري يجيل بصره في نصوص الدستور فاستلهم منها الأحكام التي يراها مؤدية إلى استقرار الدولة وإلى ضمان الحقوق والحريات هذا التوازن الذي تحدثه الأحكام الدستورية كان لابد أن يكون معروضا على المحاكم الدستورية وعلى المجالس الدستورية وعلى المحاكم العليا لتنهل منه